تربية الإيجابية تربية الإيجابية بقى لأن بقى فيه طرق واختلافات غريبة في طرق العقاب دلوقتي عن زمان يعني كنا زمان بالربي وبنعاقل معروف التربية ومعروف العقاب لكن بقى زي ما كل حاجة تغيرت في الفترة الأخيرة سمعنا عن أبحاث ودراسات كتير بتتكلم عن التربية الإيجابية وبرامج وفيديوهات وسوشيال ميديا هنا وسوشيال ميديا هنا وناس غريبة وناس جديدة وبتتكلم على مفهوم جديد في التربية طيب هو فيه مفاهيم يا جماعة جديدة في التربية يعني التربية اللي احنا تربيناها زمان دي صح ولا غالط ما أنا عايز أعرف بقى يعني اللي فات ده كان حمادة واللي جاي حمادة تاني برضو هنفهم طيب الأم لما كان ابنها بيغلط ولا بنتها بتغلط كان بيتضرب طلع ده نفسيا غالط طيب فيه ناس كتير دلوقتي أنا وانتي وانت وكل اللي بتفرج عليه ناس عندها لبس أصلا في مفهوم كلمة تربية إيجابية هو أصلا يعني إيه يعني إيه تربية إيجابية طيب هي إيه طيب القواعد مع كل حاجة في الدنيا لها قواعد يعني التابلت ده دلوقتي اللي في إيدي ليه قواعد أفتحه إزاي وقفله إزاي وقرأ إزاي كل حاجة في الحياة التليفون ليه قواعد إحنا جسمنا ليه صوفت وير ماشي عليه لما حاجة بتزيد بتبقى مشكلة ولما حاجة بتقلب ناعية وبتبقى مشكلة طيب بقى بالنسبة للتربية القواعد اللي المفروض الأب والأم يعملوها عشان يكونوا بيربوا يا أزادزة حاضر عشان نكون من ربي بشكل إيجابي الموضوع بسيط ولا معقد؟ الموضوع بسيط ولا محتاج دلوقتي اللي ربي ياخد كرسات ودراسات ولازم يفهم يعني إيه تربية ولازم يتعلم علام يعني يروح ياخد كرسات ودراسات يعني يدرس يعني إيه تربية أسئلة كتير قوي أنا ذات نفسي هبقى عايزة معيك وأعرف إجابتها وأسئلة محيراني وحاجات غريبة يعني مثلا جات لنا أسئلة كتير جدا في الفترة اللي فاتت لأن احنا اتكلمنا وقلنا وأعلننا على الصفحة نحنا نتكلم عن التربية فأنا عارفة أنا كإيمان عارفة اللي الأمهات بتمر بيه بما إنه أم برضو فجات لنا مشاكل جدا مثلا أقولوك على شوية مشاكل عشان تبقوا معايا في الحلقة يعني الناس اللي بتلمس معاها المشاكل دي أنا متأكدة أن هما مش هيفوتوا دقيقة من الحلقة أول مشكلة ودي مشاكل ناس كتير جدا خليني مرغيش كتير أول مشكلة معايا قم بتشتكي إن بنتها في سن مراهقة 16 سنة غالبا ومتعرفة على شاب مرتبطة يعني بشاب من وراها والشاب ده بتقول لي يا إيمان أولا اجتماعيا أقل ودون المستوى وغالبا أنا شك أن يكون بشر مخدرات ابتدى يعلمها الكذب ابتدى يعلمها مصطلحات في طريقة الكلام ابتدت تعلي صوتها علي ابتدت كل ما جي أنصحها فبلاقيها بتزعق وطريقتها دي مش بنتي إيمان أعمل إيه بنتي بتضيع مني فدي مشكلة ودي مشكلة بيوت كتير قوي سن المراهقة والارتباط العاطفي أضرب عاقب إزاي ما نزلهاش من البيت خالص ما ودهاش الجامعة ولا المدرسة إيه لأن فيه بتترد بيجي لها اكتئاب بتفكر في الانتحار تحس إن أمها دي أسوأ شخصية في الحياة وتلاقيها بتكره الأم جد أنا معايك في الحالة دي وهنتكلم فيها في أول حالة مشكلة تانية جات لي ابني عنده تسع سنين إيمان بيجدب طول الوقت ابني عنده مشكلة في الكذب وأنا طول الوقت بعرف إنه كذبه بكشف كذبه عقبته كتير طول الوقت كل ما بعقبه بيعاية كتير بيحبس نفسه في القوضة كتير لا بيبقى عايز يأكل ولا عايز يقعد يتكلم معنا وطول الوقت بحس إنه إحني مش طيقانة هي حالة الكراهية دي هنتكلم فيها النهار ده برضو في الحلقة طيب مشكلة تالتة أم باعتي لي بتقول لي ابني يعتبر من الطفل يتقال عليه طفل زاكي جدا ومطلع على السوشيال ميديا بشكل مخيف عمره تسع سنين مش مقتنع بأي حاجة بيشوفها حواليه في البيت إحنا طول الوقت موضة قديمة إحنا طول الوقت إنتم مش فاهمين حاجة إحنا طول الوقت بنتقارن باللي بيشوفه على السوشيال ميديا يعني الولد تسع سنين حياته كلها بيقسها من التليفون أو الطابلت أو اللي في إيده طيب أنا إزاي أدخل أنا نفسي كأب وأم جوه بقى السوشيال ميديا دي أو جوه الجهاز اللي في إيده ده عشان يبتدي يقتنع بي وأخد ودي معها إزاي برضو دي مشكلة كبيرة جدا لأن كل دلوقتي معظم الشباب وسن المراهقة والأطفال حياتهم بيقيموها بهذا الجهاز الخطير اللي بيبقى عليه السوشيال ميديا لو أنا ما عنديش فولوورز ومتابعين وأنا وأنا مش ناشط على السوشيال ميديا أما أنا مش مرغوب فيها وعدم الرغبة دي بتنعكس بقى على أهلي في البيت إنها بقى مش طائق نفسي مكتائب بيبانى عليها لو الأم تكلمته أي كلمة تلاقيها بتعيط أو بيعيط في كده إيه استصارة للمشاعر طول الوقت تيجي تكلموا عيالكوا لا طيقينكوا ولا طيقين كلمة منكوا ولا طيقين يسمعوا ومجرد من قبل ما تخلصت كلامك هم أصلاً مستمعين هنا بقى المشكلة مش بقى يعني إحنا هنفهم يعني إيه تربية إيجابية لكن هي مش قصة إن إحنا هنتكلم في معادلات ولوجريتمات لا أنا معاكم إيمان كأم طيب نعمل إيه في الهم اللي إحنا شايفينه ده دلوقت الكلام لمحوق ولا عقاب بيحوق صح ولا ضرب ينفع وهل ينفع أضرب في الزمن ده يعني عادي زمان إحنا كنا بنتضرب على فكرة وفي نفس الوقت بعد الضرب فيه تجاهل فيه حاجة بتقول لي أنت غلطتي فكت أستنى الأيام عشان العقاب يخلص عشان أمي ترجع تاني تدخلي كده الصندوشيات وهي بتضحك وتسألني أنت عملت إيه في المدرسة يعني كان العقاب بيضايقنا كان العقاب بيوجعنا فليه العقاب ما بقاش يعني يعمل نتيجة مع الجيل ده فيه إيه غلط؟ الغلط فينا؟ ولا الغلط في ولادنا؟ ولا في السوشيال ميديا؟ ولا؟ ولا في إيه؟ هنعرف النهار ده إحنا رحين في أني اتجاه من ربي صح إزاي؟ هيكون معانا في الستوديو منوارنا استشاري العلاقات الأسرية الدكتور يحيى فؤاد لكن يعني نطلع فاصل سريع ونستقبل ضيفنا في الستوديو أهلا بيكم معانا مشاهدينا مرة تانية ونروح بقى بسرعة لاستشاري العلاقات الأسرية الدكتور يحيى فؤاد أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك أنا قلت ليه يحيى على طول زكي يحيى الحمد لله إحنا بن ربي ولا بن تربى يا يحيى؟ يعني ده بقى سؤال الجيل وسؤال كل الأمهات عشان نعرف أن ربي إحنا محتاجين نتربى يعني إيه؟ يعني إحنا محتاجين نواكب اللي إحنا فيه النهاردة إحنا إيه معلوماتنا عن التربية النهاردة؟ كل معلوماتنا اللي تعمل معنا يعني أنا كنت بس مع حضرتك قلتي أنا أبوي عمل وعمل وعمل النهاردة الحاجات دي مع العلم لما تطور ومع الدنيا اللي اختلفت إحنا الوقت مش بتاعنا يعني مش نفس الزمن بتاعهم هو نفس الزمن بتاعنا أيه بس ولو برضو لأ يعني طب خلينا إيه؟ يعني هاوليك حاجة أنا عادة أن يحيى ضد العقاف آه طبعا يعني وفيديوهاتك وكل الشغل على سوشيال ميديا وأنا ببقى معجبة بيك جداً وبسمع بس وأنا بسمعك وبشوفك متغازة لأن أنا مع العقاب حل يعني حل فالنهاردة بقى إحنا مع بعض نشوفها نخلص في نهاية الحلقة عقاب ولا مفيش عقاب حل خلينا إيه؟ إنت إيه وجهة نظرك وأنا أقولك وجهة نظرك يلا بينا عشان نعف نربي طبعا الفكرة هنا أن إحنا لما اتضربنا وتعاقبنا العقاب ده إحنا كنا بنتعامل بخوف آه أثر علينا لما اكبرنا ألا مش عارف أثر علي في إيه؟ ممكن يكون أثر علي بس أنا معراج أثر علينا كتير جداً لأن إحنا بقناش بنعمل أي حاجة إلا بالخوف والرعب والرهبة والتخويف أنا ضد العقاب المفاجأة ينفع نعمل رول ينفع نعمل رولز في البيت كل مكان في الدنيا لما بيعمل أنت النهاردة لو عملت رول لبيتك وعملتيله إن لو عملنا كده هيحصل كده يعني حضرتك لو ما زاكرتش وما جيبش درجة نهاية أنا هاخد موبايلك مثلا تمام في عقاب بس عقاب متفق عليه لكن النهاردة اللي بيحصل إيه ابنك هو مش فاهم أنت بتعمل إيه كده أنت ممكن تكون إيه متضايقة مثلا وده بيحصل في كتير خلينا أنا بحب برنامجك لأنه وقعي احنا بنكلم على الأرض الواقع بنكلم على الأرض الواقع مش هنيكلم بقى مش هنيكلم بكلام كتب مش كلام برامة لا 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 يعني إحنا برنامج أه بس مش هنيكلم كلام برامة يعني مش عايزين نكلام اللي هو عايزين نعرف نعمله كلام حياة هو حضرتك خلينا نقول كل مشكلة وناخده ندي مع بعض يعني أنا بنتي جربت أولها لو أنت ما ذكرتش طول الأسبوع وجات لي أي شاكوة من المدرسة أنت مش هتنزلي في الويك أنت لخميس ولا جامع حلو جدا حلو جدا جات لي شاكوة من المدرسة وغبت لها يومين وجيت بقى أطبق العقاب يوم الخميس كانت جناية الناس اتفرجت علينا عيات هستيري ولا زي وأنا معرفش إيه واما ظلمة والمدرسة ظلمة وكله ظلمة وأنا ظلمة فحسيت فجأة أن إحنا بنموتها أنا أكيد غلط بس مولك على الحقيقة ما هو هنا بقى رجعت بكلامي حيلو هو أنا عاقب وأضرب يعني القهون بالنسبالك إيه ما هو الفكرة هنا إيه هو أنا الأفضل بالنسبالي إن أنا أضرب ولا أعاقب ورول إحنا متفقين عليها لا أنا بالنسبالي أعاقب يعني أبسط شوية من الدر واحد واحد الحاجة الثانية هو أنا اللي بقوله لها أنا بعمله يعني ما تعدش على الموبايل إحنا بنعمل كده إنت بدأتي حلقتك إيه هو إحنا بنربين ولا بنتربة ولا بنتربة حل عشان أقول الحاجة أنا لازم أكون بعملها يعني المنتشر الفيب الأمة أو الأب بيشربوا سجارة ويشربوا فيب حضرتك مستنية الإبن أو الإبنة هيتلع يعمل إيه آه في الحتة دي بصراحة أنا ببقى في عجزة إن صحي الأب بيقاعد بيشرب سجارة ولا الأمة أسكى الفيب فاللي هو يعني إنتي إزاي هتقولينها ما تشربش هو هنا بقى يعني هو ده بس دي حالات لا لا ده بصي مش حالات مش حالات كبيرة أول المجتمع النهاردة بتاعنا عشان نعالج إحنا عايزين نعالج آه قبل ما تطلب من ابنك يعمل حاجة عملها إنت الأول على فكرة تاني يعني إحنا لازم نتربة طبعا وإحنا بالربي طبعا يعني لو لو الأب مدخن ما ينفعش يدخن قدام إبن عشان يعرف أولادنا تاني بقولها دايما كتير أولادنا بيشوفونا مش بيسمعونا صح عايزة تصلي صلي قبليها عايزها تاكل أكل صحي كل إنتي قبليها عايزها تنجح انجحي وبذلي مجود إنتي لازم تشوفك نكحة لازم تشوفك بتصلي أولادنا النهاردة الجيل ده مختلف إنتي قلت إيه الفرق الفرق إن حضرتك كنت بتنامي زماني ساعة 9 بالليل بابا كان بيبقى موجود الساعة 11 أخره التلفزيونات كان بتقفل الساعة 12 وبنشوف الخطوط ما بيبقاش معاك العالم كله في إيديكي وقدرة توصلي للعالم كله 14 ساعة ومتطلع على كل الناس وصحابي بيعملوا إيه بيلبسوا إيه لما كانش فيه الكلام ده صح فده محتاج الحقبة اللي إحنا فيها دي محتاج وعي من الأباء والأمهات ما بقولها إن الأب مش فلوس الأب لازم يكون متواجد حضرتك متواجد في حياة ابنك حضرتك متواجد في حياة بنتك أنا ضد الضرب العقاب المفاجئة لكن لو عملنا رول يعني مثلا النهاردة لو أنت ما لبسيش الحزام بتاع الأمان هتاخدي مخالفة موافقين موافقين لكن ما الجيش النهاردة تبقى مشا في الشارع بشكل عشوائي وتتعجبي عشان أي حاجة لو عملنا الرول ويبقى فيه عقاب ده مسموح بيه طبعا صحي يعني بجد من ساعة ما نزلو القانون المرور وأنا بلبس الحزام ألف برافو عليك ليه؟ على فكرة على فكرة ليه برضو أيوة لما روحت أدفع المخالفات لقيت مخالفات رقم فاتدايقت فدفعت المرتب كبير من عني تعالي نرجع وراء شوية قبل القانون أه ألف لو كان قبل القانون وعبل ما يحصل القانون قبل ما يبقى فيه عقاب وبقى الموضوع مفاجئ أنت هتغضب بساعتها لا هتدايق طب اشتقولونا يا جماعة اشتقولونا برافو عليك برافو عليك هو ده بقى اللي بيحصل إحنا مشكلتنا معه أولادنا أن إحنا بينفاجئهم ما تذكر أحد المباعات المباعي أبشح ما تفاجئهوش اعمل تعالي نقعد مع بعضك على فكرة مطلوب منك واحد وأنا مطلوب مني واحد أنت مطلوب منك إيه؟ مطلوب منك واحد اثنين تلاتي حتاج أن أنت تنجح حتاج أن أنت تذكر حتاج أن أنت تبذل مجهود في حياتك واشوفك بتعمل كده مقابل ده إيه اللي أنت عايزه مني؟ أعمل محتاج منك واحد اثنين ثلاثة اربعة أوكي هعمل دوري وإنت تعمل دورك اللي مش هيلتزم في دوره يبقى هنا نقدر نحاسب خلاص زي الويكيند إنت عرفتي أن الويكيند هيضيقها آه فخدت قرار أن أنا مش هنزيل الويكيند طب صعبت عليك صعبت علي حلو لو أنت كنت صعبت على الزابط معلش أيه مرفع عليك هيجبها لي بقى من الزابط وفي الخلفات أيوة هسكت صعبت عليك دفعك ولا ما دفعك لو أنت كنت صعبت عليك كنت تلبس الحزام تاني يوم؟ لا شكرا لا 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 يعني إحنا بني قدمين في البلد دي والله يبقى لو مشينا بعشوائية كده لا ما ما بنحترمش القوانين غير لما يكون في عقاب رادة هو ده لقى أولادنا مش هيحترموا القوانين بتاعتنا إلا لما يكون في تأديب وتهزيب مكان العقاب اللي إحنا حطينه طب خلينا نعمل كده خط سير يلا بينا خلينا نعمل كده إيه يعني طريقة مش بيقول لك كل شيخ ليه طريقة طبعا ودي طريقتنا فيوح كأنا بقى معي يحيا إحيا عمل لنا الطريقة شيخ يحيا حلو ماشي كده طب عايزين نعمل طريقة دلوقتي الأمهات اللي زي الخايبة اللي فشلة في الحتة العطفية اللي هي ببوز العقاب يعني إزاي من بوصل العقاب عشان الولاد يتعودوا إن الأم دي شخصية أنا بعترف بقول لك أنا خايبة وفشلة في الحتة العطفية حلو يعني أول ما لاقي بنتي بتعيط ومنهارة وكده وما كلتش بقى قلبي بيرفرف ما بقى كملش العقاب نعمل إيه عليك نحنا الأول عشان نتربى الأول عشان نعف نربى حلو أولا أنت عايزة تعمل إيه واحد وعايزة تعملوا ليه يعني عايزة تذكر عايزة تذكر ليه عشان تنجع لمين ليها ولا ليكيه لا انتفاهم إحنا مصريين ليه الأول ليه طبعا هو ده على فكرة يعني تفتكر أولك ليها يعني والكلام بتاع الأفلام شكرا جدا لو إحنا بدأنا من هنا بدايتنا في التربية والتعامل مع أولدنا هو إحنا نيتنا إيه إن إحنا يتسقف لنا ولا شيء عشان مستقبلهم تفرق لأ لتنين لأ نفرق نعمل فرق هنا إن أنا كأم قدام أبوها لا إبقى أنا بربي وأنا عرفتها ربي حلو أبوها وأهل أبوها ما يشماتوش فيها حلو ولو باباها متجاوز يبقى مرات أبوها ما تشماتش فيها يعني إنت عارف المحيط طبع حلو لازم نعمل حساب كل البناء قدمين دول وفي الآخر طبعا هتنجح حشان مستقبلها أكيد إحنا معروفة إحنا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالسعي ما أمرناش بالنتيجة فإحنا محتاجين نعمل دورنا الحقيقي دوري الحقيقي إن أنا ساعد ابني يحقق اللي هو عايزه دوري الحقيقي إن أنا أتعاون مع ابني على تحديات الحياة دوري مع ابني مش إن أنا نكسره بعقاب وأوجعه وأقلمه وأضربه زي ما كنا بنضرب اللي ولد جيل مشوه خايف ومرعوب حتى لما عرفونا على ربنا خوفونا منه محببناش فيه خلينا نرجع خلينا نكون صرحة مع نفسنا قوي بس مين مين عنده النفسية والفضة إنه نقعد بقى إيه عارف أنت أسرحت معاك أوه ده الصح طبعا أنت خليت نسرح معاك ودي ما بتحصلش إن مين عنده النفسية إن الستة تبقى راجعة من الشغل فيها اللي فيها والراجل هكذا اللي هو تعالي يا حبيبي أنا أحببك في التعليم لا لا ما حدش طلب كده ما بنعرفش نعمل ده حدش طلب كده إلا هو أنت زي ما ذاكرتش وإنت كنت وارف مع صحابك طول النهر في الشارع ما عرفش إيه بتلاقي فيه انت عايز الوصفة؟ لا استناني بقى حانتلع فاصل ونرجع نشوف الوصفة طيب معنا تقرير خلينا نروح كده نشوف مع بعض كل مشاهدينة تقرير صورناه زي بقى صورته كاميرا يحكى أن بين اتنين كان معنا دي بيت أم أم وأم أم مع التربية الإيجابية والتانية ضدها ها ركزوا كويس دي معه ودي ضد تعالوا نشوف بقى دي هتعمل إيه ودي هتقول إيه ويحيي يعلق معاين طول موسيقى 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 بقالي خمس سنين يعني بحاول إن أنا أدرس وإن أنا أبحث عن الطرق الجديدة في التربية الإجابية أثرت على إبني أه أثرت على إبني إن أنا الحمد لله أنا صاحبة إبني الحمد لله أنا وهو بنتكلم كتير بنتكلم في كل حاجة الحمد لله أنا بحس إن أنا يعني أدرة تواصل معاه بطريقة إن هو بقى يفهم مشاعري وأنا كمان بفهم مشاعره هو أنا عندي تحفظ على كلمة التربية الإجابية هي كلمة حلوة إن إحنا نبقى إيجابيين في كل تصرفاتنا بس مع ولادي وهما صغيرين أنا لازم أزرع فيهم قيم وابدأ معينة ما ينفعش أسيبه على راحته طول الوقت لأنه هو مش عارف إيه الصح والغلط مش عارف مصلحته فين فلازم أنا اللي أقوله إيه الصح والغلط وأزرع فيه الصح التربية الإجابية بتخلينا بنقوم بكذا دور بنفعل كذا دور مع أولادنا بنبقى ببقى مامته ببقى أخته ببقى كإني صاحبته في المدرسة كل مجتمع وليه ظروفه كل بيه أوليه ظروفها أنا أقدر شكارن تربيتي الإبني هنا بالتربية اللي في الدول الأوروبية أنا لازم أعرفه إن فيه قيم ومبادئ إحنا ملتزمين بيها حسب ديننا حسب الكميونيتي أو المدينة أو الوسط اللي إحنا عايشين فيه حسب الأخلاق اللي إحنا تربينا عليها من صغرنا زمن مختلف كل حاجة عن مشاع الأولاد منفتحين جداً على كل الثقافات وده بيأثر بطريقة مباشرة على معتقدات وعلى أفكار أولادنا لأن فيه انفتاح رهيب حصل في الفترة الأخيرة الأجيال الصغيرة تتعرض لي الأجيال الصغيرة بقى تعرفها معلومات أكبر بكتير من المفروض مخيص توعبها فلازم أعرفه إن فيه حدود لكل شيء أنا كنت زمان ممكن الجزاء ما يبقاش من جنس العمل يعني لو حاجة صغيرة ممكن أعقب عليها عقاب كبير عقاب كبير مثلاً أنا أقول له ما فيش بلاي ستيشن لمدة أسبوع فهمت بعد كده لأ أنت المفروض ما تخليش انفعالاتك توديك لبعيد عشان لما يعمل حاجة غلط وتعمل العقاب الصح اللي هو الكبير بالنسباله يبقى ساعتها مدرك إن فيه تدرج مش في العقاب هو العقاب ليس للتعذيب أنا دايماً بقول العقاب إنه هو ده اللي تعلمتم التربية الإيجابية هو فيه فرق بين العقبة اللي هو والعقاب العقاب ده إن أنت عملت فيه عواقب حصلت لرد فعلك فأنت لازم تصلح أكيد كلنا لازم نعقب ولادنا بس العقاب ده بيتوقف على إيه الغلط اللي هو عمله فأول حاجة أنا هبتدي أكلمه وواجهه وأعرفه قد إيه أنا زعلانا منك فقد إيه أنا ما كنتش متوقعاً أنه يحصل المواقف ده مني وحسسوا بمسؤولية التصرف اللي عمله وقل لي إزاي هتصلح المواقف ده الصح اللي أنا تعلمته من التربية الإيجابية إن إحنا وقت ما يحصل صدام مع أولادنا لازم نستعيز بالله نحاول نتملك عصابنا وناخد بريك يعني أنا في الوقت ده بقوله أنا مش هتكلم معك دلوقتي بيفرق أكيد طبعاً لأنه هيحس إن أنا في لحظة في غضب جوية ممكن يطلع عليه بأي طريقة فلازم يكون عمل حساب للحظة زي دي فبالتالي هو حبه لي إن هو هيحفظ على زعلي وهيبقى حريص إن أنا مبقاش أي غضب يظهر مني في أي وقت لازم تتعلم تصاحب ابنك إن كبر ابنك خوية مش معناه إن أنت تجيب له أخ إن كبر ابنك خوية معناه إن أنت تصاحبه لو ما سماشي كلامي وهو فعلاً صغير ومش قادر يحكم على الأمور صحة وعارف إن هو مصمم على حاجة أنا مش موافقة عليها هتطر إن أنا أماشي كلامي لأن أنا أكيد هكون عارفة الصحة أكتر منه وإن لي نزل دورنا كأباء إن إحنا لازم نكون مواجبين لطريقة تفكيرهم العلم ده قدر يعني قدر يحطيني على الرايت تشاك إن أنا أفهم كل سن طريق التفكير وإيه المشاعر اللي بيمر بيها إيه أنا حيب أنصح كل أبو كل أم إن هو ما يكونش سريع الغضب مش على طول أزعق مش على طول أكون متنرفزة مش على طول أكون عصبية لازم أكون هدية لازم أتقبل أي كلمة هو بيقولها لي ما خليهوش يخاف مني هو يخاف على زعلي يخاف على أني أخذ موقف مني لأنه عارف إن الموقف بتاعي أكيد هيكون حازم وصورم بس هساعده في أي مشكلة هتواجهه مهما كانت لازم يكون ابني عارف إن أنا أول واحدة هقف جنبه وهقف دهره أهو زي ما أنتوا شايفين كده ست مع التربية الإيجابية وأم تانية ضد يعني فيه واحدة إمام مختار وواحدة يحيا فالتنين فيه خناقة شغالة ما بين العقاب وعدم العقاب خلاص إحنا كلمنا في ده بس إحنا حبينا نقول للناس إن مش أنت لوحدك يعني فيه اللي معها وفيه اللي ضد يعني الحقيقة كلها اختلافات قراءة ما فيش واحد ماشي إيه مين أوي ما فيش واحد ماشي شبال أوي بسيحي الناس الناس بدأت تكره المصطلحات الكبيرة يعني مجرد ما نيجي أقول لهم إيه تعالوا أكلمكوا على التربية الإيجابية إيه بقى يا بني لو حد قعد معايا في القاعد تلاقي اللي قامت يعني لو أنا مثلا جبت مجموعة ستات في النادي مثلا أو في الكوافر وطولهم تعالوا أتكلمكوا على التربية الإيجابية شيخها بقى قعد إنها على جنب بقى تجاوب برامج ده بقى لكن لما أجا أقول لها إيه إنتي عارفة لو عملت حركة واحدة خلي ابنك ده يسمع كلامك وتلاقيه بالسم كده في البيت هتقول ليه إزاي إنتي عارفة إن بنتك إنتي مش عارفة تتعاملي معا طب أنا بقى عرفت حت الطريقة تخليكي بنتك يعني في إيديكي صاحبتك يبتدوا يسمعوني كده لكن ما يحبوش المصطلحات تربية إيجابية زي الطبخة كده يعني إن أنا بعمل طبخة حلوة طريقتها إيه إيه الطريقة مش إنتي بتكلم بتكلمي صاحبتك أيها سعاد عاملة إيه ده إنتي المرة اللي فاتت الماكرونة أمر قولي لي بقى الطريقة إحنا النهاردة بنغششكوا الطريقة تربي ولادك إزاي كويس يسمعوا كلامك إزاي ولا إيه يا يحيان هي المصطلحات اللي إحنا بقينا نحط عنوين عليها وهي بتحسسنا إن إحنا بنعمل حاجة مختلفة على فكرة إحنا ممكن ناخد من أهلين طرق عجبتنا أو طرق جابت نتيجة في حياتنا وممكن تقولي عليها إن هي الطريقة النهاردة إيجابية يعني إيه إيجابي يعني إيجابي حاجة جابت نتيجة جابت نتيجة حلوة آه يعني أي حاجة في الدنيا على فكرة ده حاجة إيجابية جدا اللي إنت عمل أوكي هي دي التربية مش إن أنا مفهوم التربية الإيجابية إن أنا أبقى سايب الدنيا وأبقى بحسها ماجستير كده في نفسها دكتورات كلمة اللي هو أنا لازم أدرس تاني ولا إيه هي الفكرة بس إن إحنا إحنا محتاجين حضرتك الموبايل بتاعك بيعمل أبديت إحنا محتاجين نعمل أبديت لمعلوماتنا محتاجين نعمل أبديت عشان نعرف نتعام مع أولادنا لإن الجيل ده لو ما عملتيش أبديت وابتديت تتعاملي زي ما بابا كان بيعملك أو زي ما ماما كان بتعملك فيه فرق سرعات آه وكأنك مسكة تليفون أبو زراير والنهارده ما حيك حد معاه آيفون أو حد معاه براند مسكة آه ما مش هتقعف تتعمل معه مش هنعرف يعني هبعثلك سورة إزاي مسكة عارف أعرف 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 أبسط مسأل فهي الفكرة إن أولادنا النهارده إنت حضرتك محتاجة تتعاملي معاهم بالجيل ده بلغته ها أنت بتسمعي أغاني بنتك اللي بتسمعها ولا ما تسمعيش لا ما بفهمش من أهي حل؟ إحنا النهارده محتاجين نواكب ده عشان نعرف تتعامل معاهم عشان يعرف يقتنق على فكرة يبقى إحنا لازم نتعلم من أول وجديد هو إحنا إمتى بنعرف نرتاح في النقاش لما بنلاقي العقلية اللي قدامي شبهي في الكلام طب لو ما لقيتهاش كده بقفل فبتقولك ابن كاتوم هو مش كاتوم هو مش عارف يبقى فيه لغة حوار بينكم اخلاقه لغة حوار بيننا وبن أولادنا واحد الجو بتاع العقاب هو بيفهمك خلاص عارف أخرك إيه بنتك بتدرسك أخرك هتزعاي يلا ها بس هعمل اللي أنا عايزه ابنك طول الوقت عمال بيدرسك وبنتك طول الوقت عمالها بتدرسك فبتدي غيري أساليبك بتدي عميلي رول يمشي عكل أفاجئهم أفاجئهم بالأساليب الجديدة أنا مامي جديدة على فكرة أنا عاملالهم جهاز مخابرات جوال من الحاجات المهمة مثلا هل أنت بتحميلي لولاد المسئولية ولا لا هل أنا لحد النهاردة بروأ له سريره هل أنا النهاردة مدلعاه هل متحمي المسئولية ما تجيش النهاردة لما كبر كمل في ده لما كبر لما كبر ابتديت حزبه وأنت بتاع أنت ساعدتين هو يعمل ده لا بس مش منظم يعني بتجيلي حد بي يا أستاذ يحيى ابني مش منظم أنت علمتي ولا أنت مش منظم ليه لا ما علمته وهو أنا لما يكون عندي حد بيساعدني في البيت وبشايل الولاد لو خصوصاً الأمهات بتشتغل بيبقى لازم في واحدة في البيت طبعاً هو ده قبل إي يا ربي أن أنا لا بصي بتفعلها نص مرتابي بصي وشايلها فلوس يعني بضحي بمقبلغ كبير من مرتابي عشان يبقى فيه بنت بتساعد في البيت وأن الولاد يبقى فيه حد بيساعدهم حلو كده بيحلهم أكل بيأكلهم بيروأ رأى هو مين قال النهاردة عصي بيجي اللوم على الأم دايماً ما أنا هقولك هتعي ما إحنا بلنا علمه ميش بداية بنت حضرتك بتعرف تطبق سريرها وتروها أول ما تقوم النوم يعني متأخر بقى قوي ما كبرت أنت عملتها وأنت عندي كم سنة لأ عملتها وأنا صغيرة كنت في ابتداقي لما طلعت بقيت إيه لأ بقيت ستة شطر بس أنا مش قادر أعمل ده برضو عارفك أنا بتكلم بلسان الأمهات اللي زي كده دورنا النهاردة نعمل وقفة كده بعد البرنامج ده كله يرجع بقى البيت كله يرجع البيت على فكرة أنا متعاطف جداً مع الجيل الجديد ليه؟ لأنه ما لقاش حد يوري له المفاهيم الحقيقية في الحياة يعني معلش إحنا النهاردة أنا أو أنت أو غيرنا على فكرة يعني إحنا وقعنا في الحتة دي لأ خليهم شوية طب أنا أقوم أعملها طب مش مشكلة طب شل مطرح الطبق الكوباية بتاعته مش مشكلة أنا أشل مش مشكلة مع مش مشكلة مع مش مشكلة تطحية فبتدى يبقى توكالي ابتدى يبقى اعتمادي علي طب أنا مش موجودة مفيش بقى أحكي لي القصة الصغارة كده أموت في القصص إحكي بنت بابا متوافي بقى له ثلاث سنين تخلت تعبانة جداً وأثرت فيها ومش قادرة تموفون مش قادرة تنسى وتعبانة ومرهق يعني تعبانة جداً فقلت لها أنا تعبك ده واجعني جداً تنصحيني بإيه لما موت بنتي ما تتوجعش زيك يا راح قالتلي ما تعودهمش عليك وشايلهم مسئولية لأن أبويا ما خلنيش تحملت أي مسئولية دي عندها كم سنة تسعة تاشر سنة آه تسعة تاشر سنة أبويا اعتمدت عليه في كل حاجة فلما مات هي اللي كان بيعمل كل حاجة أنا مش عارف عيش صح فهل إحنا النهار بعد ده زي الزوجة اللي ما بتتحملش مسئولية جزء اللي بيعمل كل حاجة فلما بتتطلق ولا حاجة بتحس إن هي واحدة في الدنيا بقى خاص مرمطة حل؟ آه طيب على فكرة اللي ما حملتهش المسئولية ده اللي إحنا طالعين النهار ده بنلوم وكزوج آه إنه مش قادر مسئولية آه ما بيعملش حاجة موضع على فكرة كان ابن آه تربية بقى طبعا والبنت اللي ما بتعملش حاجة وجوزة بيش تكي منها وإن هي فشلة وا 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 ده جاب نين من أمامتها بقى مامتها اللي ما ربيتها فالأساس هنا دينا تكتو فالنهار ده ما تزعلوش لما يكون حالات الطلاق اللي كترت بسبب عدم تحمل المسئولية لإنه محدش شال مسئولية فما تزعلوش النهار ده لما يجيلي النهار ده كتير جدا النمازج جوزي ما مش متحمل المسئولية ببيته طيب التست ده مع إني ده مش موضوع حلقتنا هنعملها الحلقة تانية إن شاء الله بس تست سريع كده عارف أنت دقيقة آه طيب وأنا عرف إزاي دلوقتي وأنا بجوز بنتي أو أنا دلوقتي بانوتا وبتجوز بتخطب أعرف إزاي إن الراجل ده أمه مربيه كويس ولا لأ شايل مسئولية ولا لأ بصي في حاجات هتتعارف في العشرة كراجل بقى يعني كراجل كاستشاري طيب أنا هقولك أنا لما جالي عريس لبنتي أمازل أنا قلت له تروح تتعلم وتدرسه انتو اللي اتنين يعني إيه جواز يعني إيه مسئولية ام اتعلمه أنا عشان أربي أنا راح تتعلم هيقولك يعني روح أخي كورس يعني عشان أتجوز بنتك طبعا وراح أخذ الكورس آه طبعا ومشيين في الإجراءات لسه يعني فالبروزيس دي آه لسه طب هو مش عقد الجواز الجديد دلوقتي عملون لازم ياخدوا كورس ده لسه القوانين آه ده لسه ده مشروع قانون يعني آه تعلمت في كوميونيتي مجتمع آه اسمه العالم يحتاج الأب دي منظمة العالم يحتاج الأب دي من ضمن الحاجات اللي أنا تعلمت منه آه ففي العالم يحتاج الأب بعتين لمجلس الوزراء إن إحنا يبقى عندنا قانون المأزون ما يوافقش إلا بشهادة نين نجحوا وفهموا يعني إيه جواز يعني إيه جواز صحي كذلك على قل أول سنة بيبقى فيها مشاكل تاني سنة بيبقى فيها إيه ما هو القانون الجديد للزواج فيه كده إنه لازم يخود التجربة دي إنه يروح ياخد الكورس ده أو الدراسة دي مدة معينة هو وهي برضه بالزبط عشان مش هيتجوزوا غير لما يعرفوا يعني إيه مسئولية بيت ده طبعا غير تحليل اللي هي الأمراض الوراثية والكشف على المخدرات والحاجات دي كلها والله أنا كل ما القوانين بتتقل أنا بنبسط ليه؟ لأن أنا بنبسط دلوقت لما تقل عليه المسئولية إنه ما يتجوز كده سهل ولا إنه يتجوز ويجيب عيل واثنين ويرمي العيال في الشهر ما هو بصي هنا يعني معلش حاجة مهمة كل وليه أمر النهاردة لو أنت النهاردة دورك مش إن أنت تجيب لها شقة وبيت كل ده كلام على فكرة مش هو بعد شوية كده ما خلاص لقدر الله وهي بتمفصل كل ده ما نفعش ما نفعش وما خدتش حاجة اللي قاعد معاها هو الزوج اللي إحنا وفقين عليه بزاك فدورنا النهاردة ولدنا مسئوليتنا من ضمن أدوارنا الاختيار في شريك الحياة اختيار شريك الحياة أعلم بنتي تختار إزاي أفهم بنتي تعمل إيه في الاختيار ده دوري أيوة بصراحة يعني يعني بصراحة يعني لما الأمة تبقى عندها خلل في الحتة دي النهاية ربي بنتها على الاعتمادية ولا يهمك والبنت تبقى تتجوز وممكن ساعات بتبقى الراجل كويس وشال المسئولية وكل حاجة بس هي اللي مش كويس يعني هي اللي طالع من بيت الدلع عارف يقولك الدلع المرق بتاعنا كمصرين دلع مرق يعني أنا بشوف جوازات بتفشل مش كل رجال يا جماعة فيه رجالها محترمة جدا وشال المسئولية جدا وشقي على بال معامل بيت وابتدى يبني بيت لكن بيلاقي ست تفهة مش متعودة على المسئولية ولا عارفة تطبخ ولا عارفة تربي ولاد يعني فيه دا وفيه دا شايفها جاية منين؟ من الأم اللي دلعيتها دلع غريب ده اللي احنا جايين بنقوله النهار دا في موضوع التربية التربية قبل ما بنربيهم احنا محتاجين نترب وعايزة أقول حاجة مش البنات بس اللي تبقى ماسكة ان الراجل يروح ياخد الدراسة دي او الكورس دا بتاع الجواز اللي هو دلوقتي التشريعات الجديدة انت كراجل اول مرة بقى اكلم الراجل نهار دا في الناس انت كراجل اوعى تضحي ان هي تاخد الدراسة دي وتدخل وتدرس وتعرف يعني ايه بيت ومسؤولية انا بقولك انا ايمانة هست بقولك ما تضحيش بحقك لازم خطبتك ولا العروسة اللي انت رايح تتجوزها مادام قررتوا الجواز لازم تروح معاها وتشوف بتروح تحضر الكورسات دي ولا لا وفهم يعني ايه مسؤولية بيت ولا لا مسؤولية مسهلة عشان ما تبقاش انت شقيان وعمل كل اللي عليك وبشايل المسؤولية ومتجوز واحدة تفهى وكل حيات عايزة تخرج وتلبس وعلى السوشال ميديا وصحبتي جابت كلب معارفش سميته ايه وانا عايز اركب المركبة ايه في البحر زي فلانة يعني لا انت تمسك بحقك كراجل لان الجواز مسهل دلوقتي مسؤولية صعب صح صح كده صح عشان بس وينوش بدفع عن الستين انا كل اللي انا عايز اقوله ان احنا العقاب تاني احنا محتاجين النهاردة تمت خلينا عرف ادوات العقاب الصح العقاب الصح ان انا اعمل رول انا محتاجة اعمل رول انا محتاجة اعمل رول قانون لبيتي احنا نتفق قلتي حاجة من شوية كانت مهمة قوي خلينا نتعلم نختار الزمان والمكان في النقاش مع ولادنا احنا ما بنعرفش لا ما بنعرفش يعني انت راجع من بيت دلوقتي راجع من البيت مضغوطة مضغوطة مش شغل اه لو سمحتي ما تكلمش ابنك ولا بنتك دلوقتي مش حصل حيك هالفك يعني اختار الزمان والمكان المناسب نعرف نتكلم فيه مش هينفع النهاردة وانت راجع من البيت مضغوطة فتطلعي اللي احنا تكلمنا فيه ده من شوية في النقاش تطلعي فيه مشكلتك كده محلتيش وإحنا بداعنا على فكرة احنا لسائقين صح صح انا بقولك صح يعني ما 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 يعني لو ده وقته انا راجع شايفة قدامي تبوحارهم ما زنبهم ايه برافو عليك فهنا احنا كأولياء امور دورنا ان احنا ننقي الوقت المناسب على فكرة الوقت المناسب في حياة كل واحد فينا كان نقطة التحول صح لما بتختاري وقت مناسب مع شريك حياتك لما بتختاري وقت مناسب مع ابنك لما بتختاري الوقت المناسب مع مديرك صح بتنجحي صح اوعي تستصغره ولدنا ولدنا كبره ولازم يحترمه هو عنده ست سنين مش معنى ان هو ابني فانا هكلمه في اي وقت ومتاح لها في اي وقت ولازم في اي وقت ولا انا عايزه هعمله لأ ادي لابن شخصيته من هو عنده ست سنين وخمس سنين احترمه انا محتاجة تكلم معاك لما تكون فاضي تكلم معاك كبر شوية دورك النهاردة دي بنائة شخصية بنائة شخصية من ابو وام بنائة شخصية انتي هنا بتعمل الشخصية الشخصية اللي بتقاف قدام مديرها النهاردة حتى لاسوا في الارد بتعافش تكلم هو هو نفس الابن اللي لما على فكرة يعني على فكرة هقولك ايه ولا ايه هقولك ايه كان المؤدب بالنسبان Forever اللي ما بيقولش لأ كان المؤدب اللي بالنسبان فقد هنا ما عنده الشخصية وبيوعد ده كان بيتقلوا انت مؤدب صح وده كان يعني ايه الكريمة بتاعت البيت لما كبر وقال لما كبر بقى يعيني أمه مش هيلاه مسئوليات غير مسئولياته وامراته نفس الحكاية ما بيعافش يقول لأ هنا بيعافش يقول لأ هنا بيعافش يقول لأ في بيته ليه يا إلا العكس يا بينفاجر خالص بيطلع الغضب اه بيطلع الغضب فهو هنا المفاهيم بتاعتنا المغلوطة اللي احنا تربينا عليها معتقدات ومفاهيم غلط مش النهاردة أنا بسمح لابني ست سنين يقول لي لأ اسمحوا ان هو يقول لأ عشان لما يكبر يعرف يقول لأ لأ مش عيب الراجل ما بيعايدش الراجل بيعايد وينفع يعايد وينفع يطلع مشاعره وينفع يعبر عن نفسه بلاش اللي احنا تربينا عليه لا يصلح لحياة النهاردة والله يا يحيا كلامك حلو بس أنا عايز اقول حاجة كلامك حلو جدا وحاجبني والله جدا يعني أنا منتظر الحلقة دي مع المشاهدين مش مشاهدين بس لكن مش ملاحز ان احنا لما شوية يعني مسلا الراجل ما يعايدش زمان دي كابتخليه راجل كده راجل ذكر لكن دلوقتي الراجل لما ابتدى يقعد مع البنات وتحس كده بقت اسلوب انساوي شوية والراجل تعي عايد والراجل يخدم في البيت والراجل ما عافش يعمل ايه تحس اني بقت النوسا متلغبطة مع الزكورة وبقينا داخلين في حاجات كده ملهاش ملامح ملهاش علاقة بالعيات ملهاش ملامح هقولك حلو قوي السؤال ده صح كده أنا بشكورك جدا هل بشكورك جدا كده ايه انت ايه بشكورك بشكورك على السؤال ده بس للأسف هوا ملهش علاقة بالعيات لأ يعني مش دار يعني أبتكلم عموما العيات ليه علاقة بالمشاعر ماشي تعالي نرجع بقى وحنا ربينا ربينا ربي ايه مش جامد كده الام كانت بتربي ازاي الام من دبن النمازج ام محملتوش مسؤولية هو وهو قاعد على السرير هجيبلك يا حبيب قلبي ايه يا نور عيني هجيبلك كل حاجة ايه على فكرة صح ما بقناش رجالة لما اعتمدنا على نفسنا مابقناش رجالة لما شلنا وتعبنا وتوجعنا وتقلمنا وشفنا شفنا يعني ايه راجل حضرتك محتاجين النهاردة ليه ما بيبقاش راجل في اللي انت بتكلمي عنه لان الاب مبقاش موجود القدو مبقاش موجود هو مين قدوته صح امه امه خلاته صحباته وماما النهاردة عشان بابا مش موجود فيعيني ابتدت تعمل ايه غصبا عنها بقى بس فتحت باب التجاوزات ابتدت تدي التجاوزات اصلها محروم من ابو صح اصلها هبقنا وابو نفس الجملة هبقنا وابو على الود حرام اه يعني حضرتك انت مطلوب منك تعمل دورك وفي امهات طلعت رجالة صح الواحد يقول لي ولي عليه طبعا في امهات طلعت نمازج رجالة وكانت لوحدها اب متوفي او مطلقة عملت ده سيئة الفكرة هنا هل احنا النهاردة عارفين دورنا تجاه ولادنا ولا لا دي واحد النموذج اللي انت بتتكلمي عنه هو شاف ان كل حاجة كانت متيسرة فلما تجوز هو مستني ماما في البيت صح مش عايز زوجه النموذج التاني بتاع ماما برافع لي هو انت بتعمليش لي ما انا قاعد ماما بتعملي ماما كانت بتعملي يا رفا فتبتدي ايه حضرتك تبتدي تبزيلي مجهود ان انت بقي ماما ام فاول حاجة اعملها ايه خلاص بقى ماما خلاص ماما تأكلني ماما تخفرلي ماما تسمحني ماما مبزعلنيش ولو ما عملتيش كده تبقي ست مش قويس مش قوي يعni تبقي ست زلمة تبقي ست جبارة انت där انأتي زي جوزتك انت زي كده صح اه اه فالفكرة هنا تتظلم يعيني البنتا بato فالفكرة هنا التربية 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 اخر نصحة خالص 30 ثانية محتاجين نبز المجهود عشان خاطر اولادنا محتاجين نبز المجهود عشان دول اعظم حاجة في الدنيا محتاجين نبز المجهود مع نفسنا فعلا هم بيشوفونا مش بيسمعون حلو هم بيشوفونا مش بيسمعون الكلمة دي هتفضل بترنفه داني شكرا يا يحي على وجودك معنا النهاردة وشادينا يعني حاولت ان انا نتكلم بشكل بسيط يعني ايه تربية وفعلا اكتشفت وقال للأسف ان احا لازم نتربى عشان نعرف نربي لازم نتعلم عشان نعرف يعني مسئولية لازم نفهم يعني ايه بيت وولاد عشان نفهم يعني ايه نربي مهما فيش حاجة اسمها بتيجي عشوائية اللي فات مات اللي فات كله راح الجيل ده والزمن ده محتاج علام وزي ما طول الوقت كنا بنقول ان الزمن ده محتاج شغل طول الوقت فيش حد يقضي في البيت ويستنى ان هو يبقى معه فلوس فيش حد يقضي بصل غيره لا لا شغل شغل زمن سريع سريع فشغل وعلام الاتنين لازم نتعلم عشان نعرف نشتغل لازم نتعلم عشان نعرف نربي بنتك وابنك ما بقوش هما اللي انتي كنت فيهم في بيت ابوك يعني انتي مش بنتك وابنتك مش انتي عشان لازم نفهم ده والمسؤولية الاكبر مش هقول للستات بقى اللي بتدلعي الولاد لان خلاص لو انتي بتدلعي وهبوزي الدولة تعبت منك يعني بتطلعي لنا جيل مهبب فحطينا شروط فخلي بالك لما ابنك هتفضل تدلعي كده هيجي الجاوز مش عافي الجاوز فمن دلوقتي ربي كويس ربي ابوز ايدك ربي ربي عشان ولاد الناس دول مش لعبة لانه يعني هو بيظلم وبيظلم كل اللي حواليه لان هو برضه بيبقى مظلوم ولما حياته بيفشل بيبقى مظلوم وبيتقهر مش ده ابنك حبيبك ده ناكي اللي عايزة يبقى مفسود بعد كده لازم تربيه لازم تشايلين مسؤولية عشان يعرف يشيل مسؤولية مراته وولاده يعني خلاص الجاو بتاع زمان ده بقى تاخد ست ستها والكلام ما فيه ست ستها ما فيه ستة أصلا ما فيهش نص واحدة دلون فيش الكلام ده قال لا ياخد ست سيدو ولا ست ستها خلينا ربي ولادنا عشان ده بقى زمن صعب وربنا يستر علينا جميع يلا شوفكم الحلقة جاهة إن شاء الله